مستمرين مع بعض في سلسلة موبايلات لا تستحق الشراء او بضعن اصح موبايلات سعرها موبايلات فيها خد بالك حتى الموبايلات دي قدامك كتير التجار كتير بتستغل الموبايلات دي وبتعمل بها اعلانات بتظهر لك دايما قدامك باستمرار سواجه انت قعد عن فيسبوك او حتى بتتسوق على المواقع اللي انت بتشتري من عليها زي نون او امازون دايما هتلاقي الموبايلات دي ظهرار لك قبل ما قولك اي حاجة اكيد نتساش لايكك سبسكرايبك رائعة او اتفعلا بيراشين وصلك من دايما كل جديد الشراء على قد ما تقدر عشان الكل يستفعل عشان ما حد الشيقع في الفخ ويشتري موبايل من الموبايلات دي. خلينا دلوقتي بقى نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة واول موبايل هو السامسونج الموبايل ده من ضمن الموبايلات الحلوة جدا لنا كنت بحبها من سامسونج بس الكلام ده لما كان باتنين وعشرين بتلاتة وعشرين الف جنيه لان كان لا خمس وخمسين الجديد من سامسونج خليل منه في نفس السعر بيقدم قيمة اعلى بكتير حللي denominator سعره اربعة وتلاتين الف جنة. وانا مش فاهم الصراحة. هل لنا بشوف السامسونج? ولا انت اسطب وتقنص? انا ما عندش فاهم الصراحة? ازاي موبايل زي ده يتكلم في اربعة وتلاتين الف في عين موبايل من سامسونج زي زي في. موبايل في تقنيات وفي حورات وبيتكلم في اربعة وتلاتين الف ومتين وده بيتكلم في اربعة و تلاتين الف جنيه عن الفرق ما بينهم متين فلو هتسألني هقول لك لا انا اروح هشتري اكيد مش هجيب فخد بالك الموبايل سعر الموبايل فيه ولا يستحق الشراء. اما بالنسبة التاني الموبايل اللي هو وخد بالك للك هتلاقي قدامك اعلنه. مرة النسخة الاربعمائة تمانية وعشرين بتتكلم في خمسة سبعمية وده سعر الموبايل فيه المفروض النسخة اللي سعرها خمسة اربعمية بالكتير قوي او يعني والنسخة اللي سعرها خمسة سبعمية خمسة تمنمية هي النسخة ستة ماتة بانية وعشرين. انا ما عندش اعتراض على الموبايل. عند اعتراض فقط على التسعير. واتلاقي اعلان قدامك يدحك اكتر اي زلو فايب اس النسخة اللي اربعة وستين جيجا. مش المية تمانية وعشرين اللي انا معترض عليها اصلا بيقول لك ومعها جراب بخمسة سبعمية. فده كده. وده كده. النسخة اللي موجودة اصلا هي النسخة الاربعمائة تمانية وعشرين سعرها خمسة لبعمية والنسخة ستة ماتة وعشرين سعرها خمسة تمامية أو خمسة سبعمية لكن النسخة الاربعة دي جيجا بيت رام تلاقيها بخمسة سبعمية الكلام ده مش ملطقي حتى لو اجرب لأ ده انا هجيب النسخة الستة مية امين وعشرين من الضرة بخمسة سبعمية خمسة تمامية وراح انا اشتري بجرب اي ceriga بايي يعني جرب بخمسة ستين جيجا على حساب الشخصي لكن ملبسك نسخة اربعة بايت رام بالسعر ده. اما بالنسبة للموبال بعد كده ده كارسة بمعنى الكلمة هو السامسونج تلتاشر وبتكلم عن نسخة الاربعة ريان الاربعة وستين جيجا بستة ربعمية. تخيل انت بتاخد موبال من سامسونج بالموزر ده موبال بقى له سنتين في السوق غير انه بقى له سنتين اصلا بقدم شاشة اي باس ستين هرتس. مفيش اي اي ابدعم. طب انا اشتري لي بستة ربعمية وانا عند السامسونج اي خمستاشر بستة ستمية ونسخة ستة مية تمانية وعشرين وشاشة امو للتسعين ارتس. وحاجات كتيرة جدا من تطورها عن اي تلتاشر. ده كمان زائد ان اي خمستاشر احد سبتاعي السنة دي لكن اي تلتاشر ده مين سنتين. اما بالنسبة للموبالين اللي بعد كده هم من شاومي ومن نفس السلسلة. ريدمي نوت ويلف برو النسخة الفور جي وريدمي نوت ويلف العادل. النوت ويلف برو ماتتوب انه احداشر ربعمية. وانا مش هتكلم على السعر لان شاومي اساسا اسعارها مش حلوة تماما في السوق المصري. ومش بتقدم كمه مقابل سعر النادر لما بتلاقي موبال مصبوط من شاومي وده ما بيحصلش كتير. انا بتكلم على موسطات الموبال. موبال بجي ستة وتسعين. مع شاشة قابل مئة وعشرين هرتس. معالج اقتصادي اقل بكتير من اللي موجود في السامسونج خمستاشر مثلا او ريلم اللي هو الجي تسعة وتسعين. ده فيه الجديد من زي خمسة وستين بيقدم معانض اقوى. ما فيوش اي حاجة غير سرعة الشاحن السمعة وستين وقت الممتاز والبطارية فقط. وبتتكنب معي وبتقول لي ان الموبال سعر احداشر الف وربعمية. باحداشر الف وربعمية بقى انا ممكن اجيب موبايلات اقوى منه بمراحل. يعني انا ممكن ازود ستمية جنيه واوصل للاتناشر مثلا واجيب الايه اربعة وتلاتين. وممكن اجيبه باحداشر تمنمية كمان. وفرق كبير جدا ما بينهم. ممكن ازود اكتر ووصل لاتناشر تمنمية هيبقى فرق احواني مثلا الف وربعمية جنيه كمان واجيب ال اوبوريو فرق كبير جدا برضو في الاداء وفي التباصيل. وفي كل حاجة تقريبا الموبال ده ما بيقدمش اي حاجة اصد الموبالين اللي انا ذكرتهم لك. فالافضل انك انت ما تجيبش الموبال ده تماما والجيب ال ايه اربعة وتلاتين او او الري نو اف تزود شوية او يفضل انك انت تنزل لو ومش معك فلوس ويجيب ال ايه خمسة وعشرين تحت العشر تلاف جنيه واقول لك انه اقوى كمان من الريج مينوت نسخة الفورجي. الريج مينوت بقى هو اللي يضحك اكتر النسخة الاربعمية تمانية وعشرين جيجا بقول لك بسبعة سبعمية سبعة وسبعين. انا مش فاهم ازاي ده اولا لان الريج مينوت سلتين افلا النسخة ستة مية تمانية وعشرين اللي هو الاحدث منه بسنة بيتكلم دلوقتي في تمانية تلتمية. يعني انت استقناع لان اخد ستة مية تمانية وعشرين في الريج مينوت سلتين الاحدث اه بو شاشة افضل. وباداء افضل. هاخدها بتمانية تلتمية. واخد النسخة قديمة. الاربعة نيجا بايت رام الستة حتى. يعني مش شبهها في حجم الرات. وادفع سبعة سبعمية لان ازود احسن لو بحب شاومي واجيب الريج مينوت سلتين. ولو اني اصلا معطلت تماما عن شاومي. ولو هتسأل تقول انت بتكره شاومي وانا بكراش اي شركة من الشركات. انا بدور على كلمة مقابل سعر والراحة النفسية. سهل عليها جدا ان اقولك روح اشتري موبايلات من شاومي وابدأ ارشح لك والكلام ده كله بس سردان. انت لما تستخدم الموبايل وبعد فترة تعاني من بتاع شاومي او الوجه هتدع علي. وانا مش حابب ان اقوله اخسرك واخسر الصقة اللي انت حطيتها فيها وبدأت تتفرج عليها عشان الخاطر اقول لك اللي رايحك وهلوك روحك من شاومي. لأ انا من اول وفي الاسل لو الموبايل تلاقي في حاجة هيبقى في سلامتك انتها يبقى مسئولية تكنتها الشخصية. انا ما نصحتكش بحاجة. عشان ما تجيش تدع علي وتقول انت وديتني في طريق الغرض. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده هو النسخة اللي اتناشر خمسمائة واثناشر مكتوب انها بتسعتاشر تسعمائة وسبعين. والكلام ده مش منطقي ومش حقيقي. الموبايل عند الشيخ كان من حوالي تناف اربعة ايام بتكنم عنه بتمنتشر تلتمية. انت متخيل ان انت توفر اكتر من الف وستمائة جنيه فاخد بالك ما تشتريش غير لما تتأكد من الاسعار وتنزل تلف في السوق. رجاء لو انت بتفكر تشتري انزل لسهز المحلات الاول واسأل ودور كويس عشان خاطر في ناس كتير بتستغلي وبتكسب فلوس كتير على حسابك انت. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده هو ايه تمانية وخمسين النسخة تمانية مية تمانية وعشرين مكتوب انها بسبعة اممية وخمسين وبيقول لك معا سماعة دي. سبك انت بالحوارة السماعة الديدية الموبايل اصلا مواصفاته متأهلوش لفقة سبعة تلاف جنيه. انا مش معترض على سعره. لان انت سعارات ابو اوفر وهتلاقي الموبايل سعره كده في اغلب الاماكن. انا بقول لك مني الاساس وفر ورايع دماغك وما تشتريوش. لو عايز تشتري يخليك في ابو ايه تمانية وتلاتين او ابو ايه الموبايل لسا نازل من فترة من ابو بقليلة. وبرضو مش بيقدم اي قيمة تماما مقابل السعر. انا رأيي ان ال ايه تمانية وسبعين اللي قبله كان افضل منه. الموبايل ده وفوش ميزة غير انه وبيقول لك بالتسعة تلاف تمامية. طب اتروح تشتري ال ايه تمانية وتسعين بيقدم قيمة اعلى مقابل السعر وبرضو من شركة ابو. الموبايل بعد كده هو برضو من شركة ابو ولكن قديم قوي. ابو ايه ستاشر. انت متخيل الموبايل ده بعد عن اكتر من سنتين تقريبا. لسا موجود وبيتسعر بسبعة تلاف جنيه النسخة لاربعة وستين جيجا. يا جدعان انت عايشين في سنة كم? الناس اللي بتنزل الكلام ده او التجارة بتنزل الكلام ده انت عايشين انت وفين وازاي? موبايل اربعة وستين جيجا. بقالوا اكتر من سنتين نازل بتسعرون بسبعة تلاف جنيه. ده في موبايلات تتخطط مراحل ارخص من تبلو بالف وبلف ونص وبلفين جنيه كمان. برضو موبايلين من وبردو خد بالك منهم في نفس الموضوع برضو منتزلين برضو للاكتر من سنتين. سبسيتي سبيل اس وال populations بيتкلم في تبنية سبعمية والوا quoted baoRSyes تقريبا تس بيتكرمل في تبانية ربعمائة وستين او تبانية ربعمائة وتمانين تقريبا ورأيان ان لاتنين تماما. لا ما تشتريش ولاحد فيهم. ما حنصفهم هيقدم كمه قبل سعر الموبايلات اصلا. اول منازلة ما كانش بتقدم اي حاجة يمكن الاوبو اي ستة وسبعين? اول ما نزل ما كانش بيقدم حاجة بعد كده جات عن فترة بعد شهرين تلاتة كده سعر وبدأ ينزل فبدأت ترشحه شوية فايما كانت الاسعار قليلة لكن دلوقتي الموبايلات دي بتقدم شرط مش افضل حاجة بتقدم معالجات مش افضل حاجة في وقتها ما كانتش اوبو بتقدم قيمة مقابل سعر. يمكن اوبو ما بدأتش تقدم قيمة مقابل سعر جل من اول ال اي تمانية وتلاتين ال اي تمانية وسبعين. دي الموبايلات اللي نزلت عملت فرق فعلا مع اوبو في السوق. واخيرا طبعا موبايلين انا مش معترض عنه كموبايلات وما حلوين جدا ولكن سعره موبايلة في الاول هو سي خمسة وخمسين من ريلمي في ناس سألتني كتير عن الموبايل ده عدم ترشيح للموبايل هو انه عمل دلوقتي تسعة تلاف جنيه للنسخة تمانية متين ستة وخمسين ورأيي ان لأ ازود خمس ومين جنيه ولا حاجة وات لك ريلمي لو انت حابب قوي كده وعايز موبايل بيقدم اداء مفترم من ريلمي لان المعالج الموجود في سي خمسة وخمسين ما ينفعش اقول انه بتسعة تلاف جنيه ممكن لو رد على سبعة تلاف وخمسمية تاني زي ما كان ابدأ ارشحه تاني لكن في الفئة السعرية دي انا شايفهم بيقدمشوا كلها صراحة مقابل السعر واخيرا الموبايل سعره خمستاشر تلتمية للنسخة تمانية متين ستة وخمسين احب بس اقول لك ان الاحدث منه اللي من نفس الشركة اللي فيه تحسنات اكتر بخمستاشر الف وخمسمية جنيه يعني فرق انتين جنيه وفي انت بتاخد اتناشر ميجابايت رام متين ستة وخمسين مش تمانية جيجابايت رام فالافضل انك لو هتشتري انا مش معترض على ولكن ازل بمتين جنيه وفتح سنات كتيرة عن فالافضل انك تروح تجيب لو عجبك وعايز تشتري حاجة من هتلاقيني دايما متابع معاك اول باول كل فترة كده بنزل لك فيديو اجيب لك فيه مجموعة موبايلات شايف ان سعرها مبالغ فيك فشاير الفيديو على قد ما تقدر عشان الكل يستفاد ومحدش يضحك عني لان احنا في السوق المصري في الفترة دي بنشوف حاجات غريبة وفي ناس كتير بتستغن الوضع الحالي وبتحاول انها تكسب باقي طريقة حتى لو كدت الطريقة دي ما تردش ربنا وغير شرعية ما تنساش اكيد في اخر الفيديو لايك اكسر بسكرايب اكرايا وادفعنا الجراش اللي وصلك وانا دايما جديد وكالعاد انتو زرنا الفيديو جديد سلام موسيقى